موسيقى 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 طمينات الوحدة السادسة في الجبر صفحة 114 السؤال اول اختيار الاجابة الصحيحة المستقيم delta معدلته 2x يساوي 2 المطلوب اي النقاط تنتمي الى المستقيم في عنا النقطة A C02 B10 C2.5 جزر 3 عن هاي النقاط تحوي قيمة الى x وقيمة الى y اعرف اذا كانت بينتمم المستقيم او لا بعوض هاي النقطة في المستقيم اذا كانت تحقق المساواة فالنقطة تنتمي لا تحقق المساواة فالنقطة لا تنتمي الى المستقيم فاول نقطة A احداثياتها صفر 2 منعود بدل x صفر وبدل y اثنين فتصيل معادلة 2 بصفر زائد 2 يساوي 2 بصفر صفر زائد 2 ويساوي 2 الطرفين متساويات اذا نقطة A تنتمي الى المستقيم delta نقطة B احداثياتها 1 صفر كما منعود احداثيات B في المعادلة 2 في 1 زائد صفر 2 في 1 2 زائد صفر ويساوي 2 كما المساواة صحيحة اذا نقطة B تنتمي الى المستقيم المسكور نقطة C احداثياتها 2.5 او 2.5 جزر ثلاثي منعود في المعادلة 2 ضرب 2.5 زائد جزر ثلاثي راح تساوي 5 زائد جزر ثلاثي طبعا لا تساوي 2 اللي هي بالطرف الثاني اذا النقطة C لا تنتمي الى المستقيم delta بالنسبة الى الطلب الاول او الفقرة الاولى في السؤال الاول الطلب الثاني المطلوب نرسم المستقيم delta لحتى ارسم المستقيم delta طبعا لازمنا نقطتين من المستقيم لحتى نرسم المستقيم والميل نحسبه بعد ما تصير المعادلة بالشكل Y يساوي M في X زائد B اول شي لحساب الميل لازم تكون معادلة مثل ما قلنا Y يساوي M في X زائد B يعني نعزل Y الحالة بالطرف الاول وباقي الحدود بالطرف الثاني فتصير المعادلة Y يساوي ناقص 2X زائد 2 امثال X هو ميل المستقيم يعني الميل يساوي ناقص 2 لرسم المستقيم نعطي قيمة X اختيارية ومنطالة قيمة Y او بالعكس ما في مشكلة لو عطينا X قيمة ولتكون 0 رح تصير معادلة بالشكل 2X زائد 0 او 2 في 0 زائد Y يساوي 2 اذا Y رح تساوي 2 فالنقطة الاولى هي 0 2 قيمة ثانية لو عطينا X قيمة ولتكون 1 منعوض في المستقيم 2 في 1 زائد Y يساوي 2 اذا Y رح تساوي 0 هاي نقطتين لحتى نرسم المستقيم او بامكاني بدون ما ارسم جدول بستعين بالطلب الاول نحطنا علينا بالطلب الاول النقطتين او بي بنتموي المستقيم فهني بالاساس ممكن نستفيد مني لحتى نرسم المستقيم بدون ما ارجع كرر ايجاد نقاط غير الاول بي على مستوى الاحداسيات منعين النقطتين النقطة ا احداسياتها 0 2 ال X0 يعني بتكون نقطة واقية على محور التلاتيب بناخد 2 على القسم الموجب في ال Y النقطة الثانية احداسياتها 1 0 ال Y0 يعني بتكون نقطة واقية على محور الفواصل منعد 1 على ال X القسم الموجب سيكون لدينا هذا المستقيم المطلوب اللي ميلو يساوي ناقص 2 المساحة المسلس OAB الملون باللون الأصفر مساحة المسلس أو OAB طبعا هو مسلس قائم الزاوية مثل ما قلنا المحورين متعامدين محور فواصل محور 30 المساحة تساوي القاعدة ضرب الارتفاع على 2 القاعدة هون هي OAB والارتفاع هو OAB طبعا طول OAB كقطعة مستقيمة يساوي الواحد وطول OAB يساوي اثنين واحد ضرب اثنين على اثنين ويساوي واحد اثن مساحة المسلس المطلوب تساوي الواحد انطلب الزاوس